وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر كانت من طاليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع الجائحة من خلال استمرار عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق طفرة رغم انكماش اقتصاديات العالم وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الدولة استطاعت تنمية صدراتها في ظل الجائحة نرجع كده ونستوقف احنا عملنا كل الكلام ده في إطار ظروف استثنائية في إطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله والنهاردة مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق للصناعات كثيرة على مستوى العالم احنا مصر كانت واخدة من البداية منهج آخر متوازن شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها تبقى ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم